موسيقى صباحا أحلى حاجة في الدنيا على كل المومز والكيز اللي بيسمعونا دلوقتي في برنامج ابني السند ومسائل فل على كل مستمعي ريديو الشباب مصر ريديو وزارة الشباب والرياضة وحشبوني جدا وآخر حلقة معاكم في رمضان هنتكلم عن صديلة مهمة جدا لو ان احنا مش هنقدر نحنا نستخدمها في حياتنا اليومية لازم ولابد ان احنا بنستخدمها مع نفسنا وهي الصد لازم تكون صادق جدا مع نفسك علشان تقدر تكون صادق جدا معنا حواليه فلو في حاجة انت مش عايز تقولها ما تقولهاش أو حاول تخبيها بأي طرق أو قول مش عايز أتكلم ولكن ما تقولش اي حاجة كذب خاصة كمان قدام الاطفال لما سألنا الشباب وقلنا لهم ايه اكبر كتبة او اكتر حاجة متدولة ما بيننا ماما كان بتقولها لنا زمان وهي قولي الحقيقة يا حبيبي انا مش عاقبة وبعد ما بتعرف الحقيقة انت عاقبة عادي جدا وتلاقي شباشت بتطير انت كمان كان مرة قلت لابنك ان شاء الله او بكرة ربني سهل وطبعا كل الحاجات دي ما بتحصلش خالص علشان يعني انت لما بتقولي كده الحاجات دي ما بتحصلش فالكلمات دي اترتب عليها في وعي الطفل ان دوت مش هيحصل فحضرتك مهما قلتيله ان شاء الله ومتخيل ان شاء الله دي يعني مش هتحصل فانت ببوازي مفاهيم بكلمات متدولة بالطرق الغلط كمان ابنك لو سألك على حاجات ورديتي ردود غير منطقية او ردود غير حقيقية علشان انت متخيلة ان دوت هو ينسب عقله علشان هو لسه عقله مكبرش او لما يكبر هيعرف فلما يكبر وبيعرف الحقيقة او حقيقة الموضوع يعني اللي هو سألك فيه وانت ريحت دماغك منه هيعرف ان انت لاما معلكيش معلومات صح او او انت كذابة فبيبقى شكلك وحش في الحالتين كمان متستخديني معلومة لما يكبر هيعرفه وهو صغير عادي على فكرة هيعرف برضو بس وصلي له المعلومة عن طريق ان هو عقله يستقبله به اه الو اي حاجة انا خلاص بلبس الكوتشي او 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 انا بس خلاصت كم مشوار كده وبعديني هني روحت عشان اكل وخلاص يعني هزلة بالوقت اوكي بايبا مكالمة بلبس الكوتشي وانا كنت بعمل حاجات وانا بقى لضطل الخارج والحاجات اللي احنا او قادل ما استخدمها دي اه دوت غلط جدا ان هو يحصل قداما الاطفال فلو هتتكلمي انه كلمة ان انت هتقولي فيها حاجة مش صح او الطفل شايف عكسها يا ريت فتتكلميهاش قدامه وعلشان كده سؤال حلقتنا دلوقتي رحنا نسأل الناس لو حد كذب عليك تقدر ان انت تصق فيه تاني او هتعامله في حياتك زي ما هو ولا الثقة بتاعتك هتقل ولا هتقطع معي خالص تعالوا نشوف رأيي الناس ونرجع لكم مرة تاني لا بصي انا انا من الناس اللي لا انا بسمح ومتمح وبنسى اساسا ايه اللي حصللي وبرجع تاني زي الاول وعارفة اللي هو ايه من كتر ان لما انا ببقى مسمحة انا بستغرب انا بستغرب نفسي من النار وانا بستاني مش طيبة مش طيبة اكتبه دي بس انا بستغرب نفسي اللي انا بوصل لدرجة اللي انا كنت مأزي اذا بشع يعني وعفكرة الكلام ده حصللي من يومين وبرجع اكيني مفيش حاجة مجرد من الامرائدة من اللي قدامي يكلمني ان ولا اكيني في حاجة فانا انا بسامح وكمان عشان حاجة انا مش عايزة يبقى عارفة انت مش عايزة هيبقى قلبي اسود من كتر ما هشين من الناس او مش هسامحهم انا هبقى قلبي مش مش حاسة اللي انا هبقى قلبي فيه عارفة ناضافة اللي احنا مخلقين بها دي ومش تبقى مجودة فيه فلازم اسامح بس بس امحون اراضي مش بي سمح عني لأ مش ممكن کرنا حد كدب علي لانو الكتب دور تحضر اشيكتبا اللي بيتذف حجة بيقولها بيتذف حاجة يبيبي احساس حاسو بيجذف شعر بيجذف شيء في كل حاجة فانا نا انا اللي اخلني اعيش مع واحد كذاب ممكن اللي هوně хорошо ييزيف الموضوع يعني اللي هو ييزاوي ييزيف مشعره أحساسه وكلامه عند عمره سهل لي عيش عمري كله تحت الكذاب لا أنا نفسي أسمحش أحد يكذب عليها لا صراحة لو أحد كذب علي ما قدرش أسمحه ليه عشانه كذب اللي يكذب مرة سعلي يكذب علي كده طبيعي جدا أنا مش هصدقه في أي حاجة لأنه كذب فسعلي جدا نكذب عليها بعد كده وخصوصا أن في بعض الأحيان الكذب ده يبان يبان بقى بطرق مختلفة أشخاص طوع بالكلام مواقف أو كده فأنا بالنسبالي لو أحد يكذب عليها مش هادر أسمحه التحول هيقل 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 بقى أنا خلاص أنا عايفت خلاص أنا زي ما بقول لك صاحبك علمت عليها بس ده وجهت نظري يعني خلاص مش هصدق فيه ما يشي بقى فيه سكة يعني أنا بحب أنا واحدة من شخاص بحب الناس الواضحة الصريحة اللي بيجذب ده بالنسبالي هو ما يستحقش السكة لاندي تهيله إن هو كذب عليها خصوصا أن بقى ما الحقيقة بتبان بتبانوا بطريقة غير مباشرة على حسب هي حاجة صغيرة ولا كبيرة على حسب الشخص نفسه ده هو غالي عندي ولا لأ وإنه لو كده بقدر أعديها واسمحه عشان هو غالي عندي ولا لأ بس حتى لو سمحته أكيد أحطه شروط فليه بقى هاسمحه عشان كلنا بناه غلط يعني محدش هنا ملاك وربنا نفسه بيسامح إحنا كبني أجمين مش هنسمح بعض أنا هسامح لو الشخص ده قريب مني لأنه بطبيعي له قريب مني أنا هقدر أدي مبرر لأي كذبه بيعمله فهسامحه لكن لو الشخص ده مش قريب قوي ما أعتقدش أنا هعرف هسامحه لأني مش هقدر أسق فيه بعد كده هو بالنسبة للكذب بشكل عين أصلا تفرق بصراحة يعني على حسب الشخص يعني أنا لو شخص عزيزة علي جدا وكذب علي بزعل لكن شخص مش عزيزة علي وعادي يعني وكذب علي أنا أصلا في الوقت ده أنا أصلا يعني مش هصرحه أساسا إن هو كذب علي وابلوم أو كده لأن هو أصلا مش شخص عزيزة علي ولا شخص يفرق في حياتي فبالنسبة للموضوع يعني لا عادي ما يكذب يعني برحته أحد مش أساسي في حياتي ومش أسر في حياتي خلاص اوكي لكن لو حد عزيزة علي قوي وعمل معي الحركة دي أكيد بزعل وبلوم ولو الموضوع بقرر بصراحة يعني مكانته بتقل عندي الصراحة قال لو حد كذب علي هزعل منه يوم أو اثنين وبعد كده هسامحه بس هحاول أن أنا بعيده عن حياتي خطوة بخطوة لأن ربنا قال المسامح كريم ومعلن ربنا يقول المسامح كريم أكيد الحكمة كبيرة قوي في كده علشان ما فيش أفكر وحشة يجي في دماغنا إن إحنا هننتقم منه وهنقطعه وهنعمل كذا وكذا وكذا إلا المقطعة إلا المقطعة إلا المقطعة ربنا قال في القرآن لا تقطعه ما تقطعوش حد حد عمل فيك حاجة وحشة حد تدهيئك في حاجة لأن تتدخل في حياته إنما لو شفتوا بعد سلموا على بعض لو حصل أي موقف واضطريتوا لأن تتعاملوا مع بعض تعاملوا مع بعض عادي جداً وحاول أنت تدعيله أن ربنا يهديه وهو ربنا هيهدي إن شاء الله وارجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين ومعاكم آية رمضان في برنامج ابني سند ودلوقتي وصلنا إزاي إن إحنا نعلم الطفل بتاعنا الصدق منه هو صغير علشان يكبر بهذا النهج وبهذا المفهول لازم الأهالي هم نفسهم يكونوا صدقين جداً قدام أطفالهم لأنه هم الخدوة الأولى زي ما نتفقين إن الطفل بيشوف وبيتعلم قبل ما بيسمع وبيتعلم كمان أسئلة الأطفال كتير جداً بس إياك تجاوب إجابة ما تكونش منطقية أو تكون فيها كذبة ولو كانت بنسبة صغيرة لو متعرفش المعلومة أقوله يلا بينا ندور سوا ونشوف مع بعض إيه اللي ممكن إنه طلعوا معلومة إن إحنا نستفدها إحنا اللي اتنين كمان نركز جداً مع أطفالنا مع كل كلام اللي هم بيقولوه والتصرف قدر المستطاع إن إحنا نشوف كل حاجة هم بيقولوها إيه فيها مش صح ونبدأ إن إحنا نصلحه فيه حاجات ما بتكونش كذبة علشان هو الطفل هو مش عارف إمتى يكون كذاب علشان فيه حاجات يعني بيبدأ من الواقع وبعدين خياله بيكبر منه فدي خيالات وليس كذبة كمان عدم وعد الطفل بحاجة وإحنا ما نكونش قدر وإياك تقول بكرة وإن شاء الله وربنا يسهل وما تنفذهاش علشان ده إنت بتعلمه إن قدقين ده ممكن توعد وعادي ممكن تخلف تاني أو ممكن تجذب أو ممكن تغير وعدك في أي وقت فهو مش هيكون عنده إستقل كاملة بيك تاني حاجة هو تعلم منك حاجة مهمة جداً هو إزاي يكون مخيدع فإوعى تعمل كده مع طفلك لو وعد أوفي بوعدك على قد ما تقضى كمان الطفل اللي إحنا بنعرف إنه هو كذب في حاجة وقال حاجة مغلوطة ندور هو ليه عمل كده والأسباب بتاعته ومن وقتها نبدأ إن إحنا ممكن نعقبه بالخصام إن إحنا مش هنتكلم معاه تاني نقف شوية كده ما نتكلمش معاه الفترة معينة وبعد كده بنرجع تاني نقوله أهمية إن هو يكون صادق إن هو ممكن يعمل أي غلط بس إن هو يكون صادق ويكون صادق مع أهله أو الناس علشان يقدروا إن هم يساعدوه لكن طول ما هو ما بيجذب إحنا مش هنساعده في أي حاجة ونقدر إن إحنا نعقبه شوية إن إحنا نخصمه شوية وبعد كده بنعد نتكلم معاه ونفهمه أهمية إن هو يكون صادق سواء بقى بكارتون سواء بقى غاني سواء بفيديو سواء بقصة سواء بحاجات كتير جداً ممكن نعلمه بيها إزاي يكون صادق قولاً وفعلاً وبكده وصلنا لآخر حلقتنا كانت معيكم آية رمضان في برنامج ابني سند والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتوحشوني وهستنيكم السيزن الجاي باي باي موسيقى موسيقى